اشتركوا في القناة اللي فات اتكلمنا على نفس الكلام ده وبالزبط يعني اللي فات موجود في تعال كده نشوف ايه الاختلافات اللي هي ممكن تظهر ما بين ده وال هتلاقي الموضوع بقى سهل خالص يعني انت لو ذكرت هتيجي تشوف الفروقات هنا هتلاقي نفسك خلاص بتعرف ان فيه كم فرق كده ولا حاجة وبعدين كل حاجة بتبقى خلاص نفس الخطوات بالزبط وبتطلع نفس وطلع نفس الزد ونفس كل حاجة فتعالا نقول واصلا يعني ايه كانت كلفر شيت بايل ان بديت ان كلي قلنا ان الكلام ده هت معناه ان الجزء المدفون من الشيت بايل بيكون في طين يعني يا باش مهندس الحتة ده هيت موجودة في كلي انا قلت ما يهمنيش اللي بيحصل فوق والله فوق لو فيه عشر طبقات طبقة كلي طبقة رمل يعني خمس طبقات كلي على خمس طبقات تبتاحتهم خمس طبقات رمل او يعني الطبقة واحدة واحدة طين وعدها واحدة رمل او فيه اي حاجة مش فرق معك في حاجة انا اللي يهمني الجزء المدفون والحكم على مسألتك هيكون من خلال الجزء المدفون ده هوت يبقى انا السكشن اللي فات كان عندي الجزء المدفون ده هوت رمل السكشن ده الجزء المدفون كلي هيبقى لنا جزء صغير هنقوله في سكشن اضافي مش هيبقى سكشن طويل ان بدل للكلي وبدل للرمل يكون عندي طربة سي وفاي انا هنا في السن ده كان عندي فاي بس في الكلي عندي سي بس هنيجي في الاخر نقول طب لو هي لو سي وفاي بقى ايه اللي يحصل هنبدأ نتكلم على الجزء ده وفروض الكلام ده خلنشرح في سكشن واحد بس انا حبيت نقسمه على سكشنين علشان تبقى الدنيا اسهل شوي فتعالا نكمل كلامي يبقى انا سكشني النهاردة بتكلم من الشيت بايل او الكنتليفر شيت بايل مدفون في كلي الجزء التحت عبارة عن كلي طب احنا كنا بقول لنا ايه السكشن اللي فات ان باش مهندس نتيجة ان انا مديت الشيت بايل مسافة كبيرة كوة طربة وبالتالي بيحصل لي تيكسيشن السويل بتاعتي معنى كده ان نقطة الدوران بتبدأ تطلع فوق شوية نقطة الدوران تبدأ تطلع فوق شوية فلو انا قلت ان لو دي هي البوينت وفروتيشن ساعتها لو انا باجي بص كده فوق نقطة الدوران يمين الاقي ان السويل هي اللي بتدفع الحائط بالتالي يبداه اكتف بتاعلم بص النحية التانية فوق نقطة الدوران شمال والله الحيطة هي اللي جاية تزوء التربة هيت معنى كده ان التربة بتنضغط يبداه باسف طب ينزل تحت نقطة الدوران اجي هنا تحت نقطة الدوران يمين الاقي ان الحيطة جات تزوء السويل يبقى ده باسف طب الناحية التانية والله يا بشمهندس ده السويل هي اللي بتزوء الحائط فيبقى ده اكتف انا بس بنراجع ونراجع سريعا كده معنى الكلام ده هوت انا عندي الجنب اليمين اكتف و باسف والجنب الشمال باسف بعدين اكتف طيب طب الخطوة اللي بعلي كده علشان نحل المسألة كنت بروح ارسم حاجة اسمها الاجتشوال نت ارس بريجر محصلة الضغوط الجانبية انا بشتغل على محصلات ما بشتغلش جانب الواحد وجانب الواحد لا بابدأ اجمع الاكتف مع الباسف فيديلك شكل نهائي للمحصلة فتعالى دلوقتي نعيد نفس الخطوة اللي عملناها في سكشن الرامل هرسم الاول حاجة اسمها الاجتشوال نت ارس بريجر الشكل الحقيقي لمحاصلة الضغوط الجانبية ركز معي ايه اللي هيحصل تعالى كده في الجزء اللي فوق اللي فوق قاعة الحفرة ده هوت الجزء الاكتف ده مش فرق معك في حاجة والله ده هحسبه وزي ما يطلع يطلع يعني الخطوة ده هوت زي ما يطلع يطلع تعالى بقى كلامنا يبدأ يظهر من انت من تحت كالهفرة تأثير الكلي هيبدأ يظهر قال لك والله اول ما جيت هنا شايف النقطة دي النقطة اللي بعدها هتروح الناحية التانية النقطة اللي بعدها تروح الناحية التانية وبعدين اجي من هنا ألاقيه بينزل كده وياخد المنظر ده هو ايه اللي خلاه يعمل كده تعالى واحدة واحدة انا دلوقتي بجمع عندي حاجة بالمنظر ده ونقطة الدوران موجودة هنا هنا اكتف وده باسف ده اكتف وده باسف بالله يحصل ايه باش مواندس والله انا لحد قاع الحفر ايه واحد ما ليش دعوة ده جاي من اين ده جاي من الحسابات بتاعة الاكتف انا اللي فوق قاع الحفر عبارة عن اكتف بس كلامي يبدأ ازر من انت من تحت قاع الحفر من تحت قاع الحفر طيب لو انا تمت النقطة ده ايه ايه اتنين هو ايه اللي خلى ايه اتنين تروح الناحية التانية مش انت عارف يا باش مواندس ان انا اول ما بنزل تحت قاع الحفر المحصلة هتساوي ايه هتساوي اي باسف ناقص اي اكتف اي نقطة بحسبها هيعبار عن اي باسف ناقص اي اكتف لان دايما الباسف اكبر فانا اي نقطة بحسبها اي باسف ناقص اي اكتف طيب فاي اتنين ده هيت تحت قاع الحفر عاوز احسبها قلت اي باسف ناقص اي اكتف طيب وهو انا وانا واقف عند النقطة ديت الباسف موجود فين موجود ناحية الشمال يبقى اي باسف ليفت والاكتف ناحية اليمين يبقى اي اكتف رايت انا بشوف النقطة اللي انا واقف عندها وساعتها احكم هو احنا باسف ليفت ولا باسف رايت يبقى انا ثاني انا بقولي دلوقتي انا بقول ان انت علشان تحسب المحصلة فهو عبارة عن قانون ثابت اي باسف ناقص اي اكتف تحديد هو ليفت ولا رايت على حسب النقطة اللي انت بتحسب عندها والله انا بحسب نقطة في المنطقة رقم واحد ده هيت المنطقة رقم واحد ده هيت بالكامل هي تتبع للقانون اللي بيقول الاي باسف شمال ناقص الي اكتف يمين طب لو بحسب نقطة في المنطقة رقم اتنين الباسف في يمين فبالتالي القانون بقى بيقول اي اي باسف يمين ناقص الي اكتف شمال طب علشان ما طولش عليك. تعال نشوف ايه اتنين. ايه برضو اللي وداه الناحية التانية. احسب لي كده ايه بس في شمال. هو باش مقنص القانون بيقول ايه. مش القانون بتاع الباسف بيساوي سامشن جوما اتش في الكباسف. اجا شوف. والله يا باش مهندس عن النقطة رقم واحد دي. او سميها النقطة حتى رقم اثنين دلوقتي. النقطة رقم اثنين دهيت. هاجا اظهر فوقي كده. وانا بحسب الايه بس في شمال. مش هلاقي حاجة. معنى كده ان الاتش هنا بصفر. مفيش ارتفاع فوقها. فده الترم بالكامل يطلع بصفر. بس خد بالك من حاجة يا باش مهندس. ان ال ايه باسف القانون بيكمل زائد اتنين. السي جزر. الكي باسف. فيطلع هنا قيمة. مش انا في الاصل واقف هنا في كلي. ايه. فطبيعي يبقى عند قيمة للسي. فقدر من هنا اجيب الايه باسف. اجبتها وخلصت. وبالتالي اما اجي اطرح ايه باسف شمال. اللي هي جاءة من التعويض ضهية. ناصل ايه اكتف ناحية اليمين. هيطلع لقيمة. والقيمة دي تطلع بالموجب. معنى ان هي بالموجب ان الايه باسف شمال اكبر من الايه اكتف يمين. فتلاقي كيرف المحصلة راحي الناحية التانية. يبقى انا ايه اللي خلى الكيرف بتاع المحصلة او الخط ده يروح الناحية التانية الناحية الباسف. ان انا طرحت الايه باسف شمال. باسف شمال ايه اكتف يمين. فبالايه باسف شمال ازاي ليه قيمة؟ قال لك والله يا باشماندس. ده انا ما اجا شوف القانون. هتلاقي الجزء الاولا من القانون ده هوت بيصفر زيرو. فبالجزء التاني. لا الجزء التاني ليه قيمة. لان انت اصلا واقف في كلاي. واقف في طين. فالطبيعي ان هو يظهر له قيمة. طرحت منه الاكتف ناحية اليمين. ظهر عند قيمة فالكيرف راح الناحية التانية. ده التفسير الاولاني. وخلي بالك من التفسيرات دي لك انت. فلو انت حاس ان الكلام ده هوت صعب. والله الكلام ده هتحفظه في الاخر. يعني الشكل انت هتحفظه. بس انا بحاول ان انا افسر لك الموضوع جي كده ازاي. انا بطرح باسف من اكتف او طرح اكتف من باسف. طيب الباسف ليه قيمة يا عم. الباسف مسيطر. فاوداني الناحية التانية. افضل بعد كده اكمل ازيد ازيد اهوة عمال ازيد. وبعدين هوب لقيت الايه. الباسف. راح الناحية التانية. فام راح واخد كيرف المحصلة معاه. زي ما احنا اتفقنا. ان المحصلة دايما بتجري ورا الباسف. انا دايما بقول ايه. المحصلة والله بتساوي ايه باسف. ناس ايه اكتف. بحسب القيومة دي. فهو دايما بيجري ورا الباسف. الباسف راح يمين يروح وراه. باسف ما وجود شمال يروح وراه. يبقى احنا دايما المحصلة بتجري وراء البازل. طب سيبك من الكلام ده خالص. سيبك من الكلام ده خالص. انا مش محتاجه في حاجة. انا بس بحاول ابسط لك الموضوع. وتكون فاهم كل حاجات من ايه. انشيل ده. وتعال انبسط الشكل. انا رسمت حاجة اسمها الاكشوال نيت ارس بريجر. تعال ان احنا نبسطها لشكل سيمبل فايد. ده ينزل. ده يروح الناحة التانية. وبعدين نقل بالشكل الخطوط عشان الدنيا تبقى سهلة. هنزل بده خط. وبعدين اكمل الشكل بتاعي عبارة عن خطوط. فده بقى الشكل السيمبل فايد. والشكل ده بيكون حفظ. طيب يا مش مهندس كويس قوي. الخط ده انا بجيبه. والله ده ده فوق نقطة الدوران. فهيبقى الباسف شمال. نقص الاكتف يمين. قبل الخط التاني. تحت نقطة في الدوران. يعني عندي الباسف. فيبقى الباسف يمين. نقص الاكتف شمال. ده كلام الاستكشن اللي فات. طيب. تعال دلوقتي نتكلم عليه. الارس بريجر. للوقتي انا عندي شيط بايل. والشيط بايل ده هتتفقنا ان فوق قاع الحفر. اللي يحصل يحصل. اني سويل. سي. او فاي. او سي و فاي. مش فارقة معاك في حاجة. مش فارقة معاك في حاجة. انا اللي يهمني. اللي تحت قاع الحفر. يكون كلي. طيب عندي سي. وعندي كومة طبعا للجام. يبقى انا باش منزل وقتي. عندي شيط بايل. موجود او مدفون في كلي. ساند ارتفاع اتش. وقلنا ان الافضل المليش ده هوت. ما تزيدش عن ستة متر. علشان الدبس ده هوت. ما يطلعش كبير قوي. فيبقى وضوع ما يبقاش اقتصادي. وعندي ديبس. طيب. مطلوب مني يا باش مهندس. مطلوب مني برضو ان انا احسب الامبيديد ديبس. عمك الاختراق. واحسب السيكشن موديلس. حلو. باخد شريحة واحد متر. ابدأ اشتغال عليه. يبقى انا دلوقتي لو عايز احسب الارس بريجر. هقول تعالا باش مهندس بقى خطوات قديمة. نقطة في بداية الحيطة. انزل تحت. هاخد نقطة نقطة. فوق قاعة الحفر كده. ماشي. ونقطة الناحية التانية. طب ماشي. انا بنزل لحد قاعة الحفر. وبعدين الكيرف بيوديك هناك. طيب. يبقى دي النقطة التالتة. هاخد كمان نقطة اربعة. طب انا هاخد اربعة هنا ليه? ما هو انت بص على على الشكل انت حافظه. عندي ايه? نقطة واحدة هيت. نقطة كمانة هيت. وعندي نقطة الناحية التانية هنا. الناس غمال حد لوقتي الناس معي. حد عندها وسألة. دلوقتي. لو انا عاوز اتكلم كايرس بريجر. والله الجزء فوق على الحفر. ده. انا بس رسم خط كانديكيشن. ومش هيطلع خطة بعد كده. ده على حسب الطبقات هنا. على حسب الطبقات. ممكن يبقى طبقتين تلاتة اربعة. مش فرقة. ده مينيش دلوقتي. طيب. انا رسمت الخط ده دلوقتي. طيب الخطة اللي بعد كده. كان عندي حاجة بتقول ارسم. ارسم الشكل المحفوظ. هو جي من اين؟ عرفنا وخلصنا خلاص. عشان نروح نفسر في الامتحان. هنحفظ الشكل. فتعال ارسم لي يا باش مهندس الشكل المحفوظ اللي انت حافظه في حالة الكلي. ال اي واحد. تروح هناك. ناحية التانية اي اتنين. ينزل خط مستقيم. وبعدين يروح يمين. ناحية الباسف تاني. بيجري وراء الباسف. طب انت فاكر المرة اللي فاتت. اما كان عندي جزء وهمي. بيساعدني في الحسابات. تعال نقفل. ونعمل جزء وهمي. ليساعدني في الحسابات. وبالتالي لو انت جدت بص. هتلاقي اتنين هنا هي موجودة فوق. وموجودة تحت. بنفس القيمة. ما هو ده خط مستقيم. ده خط مستقيم. فمكمل زي ما هو. والناحية التانية هسميها اي تلاتة. اي تلاتة. تيجي نتكلم على حسابات الكلام ده هوت. يبقى احنا اقول لنا اي دلوقتي انا وصلت ال اي واحد من خلال حسابات الاكتف اللي موجودة فوق. من اي واحد رسامت الشكل المحفوظ. يبقى انا حافظ الشكل. والرموز بتاعته. ايه ايه الرموز بتاعته. انا السيكشن اللي فات كان عندي حاجة اسمها الايه. وعندي الزد. وعندي الدي. فبالمرة دي والله المسافة عمق الاختراك ده هوت. هسميه الدبس اللي موجودة عندي. المسافة من هنا لحد اخر الشيط بايل ده الدبس. والمسافة من النقطة اللي هو بيقلب عندها. من النقطة اللي بيقلب عندها لحد اخر الشيط بايل. هسميها زد. فس. انا هنا. في الحالة الكلي. ما عندش ايه اصلا. المسافة ايه. ايه. او المسافة ايه. مش عندي. انا عندي حاجة ايه. عندي الدبس. المسافة. او عمق الاختراك. وعندي الزد. المسافة من النقطة اللي بيقلب عندها. لحد اخر الشيط بايل. فسامت الشكل المحفوظ رموزه. تعال نتكلم على الارقام قبل ما نحل المسألة. انا بقى سيدي مقدمة بسيطة. وهتلاقي المخطوات المثال. ايه واحد. والله ده ايه واحد ده هيت. من حسابات. والله اللي يحصل فوق. يحصل. مش مشكلتي خالص. مش قصتي خالص. انزلي. انزلي تحت. والله يا بش مهندس. انا من اول ما البسف بيظهر. من اول ما البسف بيظهر. فالإيه. بتساوي. إيه بسف. ناس إيه اكتف. ده قانون عام. فضلي بس تحديد. شمال ولا يمين. طيب. ايه اتنين بالنسبة لي. ايه اتنين. والله احنا لسه هنا اكتف. ولسه هنا بسف. مش انا يا بش مهندس. فوق نقطة الدوران لسه. فالاكتف يمين. والبسف شمال. عشان احسب ليه اتنين. قلت. والله يا بش مهندس. ده بتساوي. إيه بسف شمال. ناس إيه اكتف يمين. انا يا بش مهندس. احنا مش نبص لديه بقى ثاني. الاتنين هيطلع لقانون بيساوي اربعة سي. ايه فين السي. السي هي. عشان اواقف في كلاي. ناس. سميشا جاما زائد لايف لوت. قاما في الاتش زائد لايف لوت. طيب. يبقى انا خلصت من الاتنين. وخلصت من الاتنين. تعال نشوف الاتنين اللي فقال لك يا بش مهندس. لو عملناك كلام ده هوت. هتلاقي ان الده بيطلع بيساوي. اربعة سي زائد. سميشا جاما ايش زائد لايف لوت. يعني لغي لقانون ده هوت. وظهر معي قانون جوداد. قد بالك انا لغي لده هوت. مش معناها ان ده غلط. لا. القصدي قصدي لقصوده ان هو ان احنا اما اسبتناها. طلع القانون بيساوي اربعة سي ناقص. سميشا تحت خالص. بتساوي اربعة سي زائد. فبعت القوانين ده هي تحفظ. تحفظ لي ده. وتحفظ لي ده. طب يا باش مهندس اثباته. اثبات القوانين والله ما حدش هستألك فيه. وانت مش محتاجها في حاجة. لو حد عايز اثبات القانون يبعات لي بعض السكشن وانا ما اقنا بعت له اثبات. بس الحاجة اللي مش هتبقى مطلوبة منك. هنبعد عنها عشان وشكش بيه. يبقى انا دلوقتي وصلت يا باش مهندس. لقيت اثنين ان هي اربعة سي. انت بتقول لي دلوقتي ان القانون ايه? تعال انبصوا للقانون كده. اربعة سي. والله السي. السي ده هي بتاعة الكلي. ناقص. صميشا جاما اتش زائد لايف لود هو ايه ده? قال لك بص فقا. خلي بالك خلي بالك يا باش مهندس. ان الجاما اتش زائد لايف لود ده هو لحد قاع الحفر بس. يعني يا باش مهندس. يعني ايه اتنين ده ايه? اما اجح سيبها? هاخد الجاما اتش زائد لايف لود لحد قاع الحفر بس. واحد يقول لي طب ايه يعني يا باش مهندس? طب ما هي ايه اتنين اما اجح سيبها? هي اصلا عند قاع الحفر. انت هتشتغلني? طيب ماشي مافيش مشكلة. طب تعال نشوف ايه ثلاثة. شوف ايه ثلاثة فين? ايه ثلاثة فين باش مهندس? ده موجودة تحت غالف. بس ما اجح سيبها? هقول ايه? اربعة سي زائد. سمشا جماعيش زائد لايف لود. طب المقدار ده فين? اخدوا الحد تحت هنا? لا. قال لك هناخد الشوية اللي فوق ده اقوم بس. الشوية اللي فوق بس. بس. هو دول اللي يهمني. ده 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 اللي يهمني. يبقى انا مماجعات في القانون. ما تشغلش ربالك بقى زال السيكشن اللي فات. وتقع تحسب ده كله. القاد كله ده يمين? وكل ده شماله? الكلام اللي كنا بنعمله ده? لا. المرة دي الموضوع اختلف. احنا اثبتنا قوانين لاناها ان القانون بعد ما اثبته. المقدار دهوت. بيبقى لحد قاع الحفر بس. هتبان اكتر مع الحل. تب تعال نتكلم على خطوات التصميم. احنا كنا بنعمل ليه السيكشن اللي فات? قلت لك ده خطوات ثابتة لكم سيكشن. والله يا بشماندس اول خطوة. خطوة عامة كده بحدد نوع المسألة. انا شغال فين? ده حسب نوع التربة في الجزء المدفون. والله لو انا الشيط باي بتاعي مدفون في رمل يبقى السيكشن اللي فات. الشيط باي الموجود في كلي يبقى السيكشن ده. الشيط باي الموجود في سي وفاي يبقى السيكشن الجاي. خلاص حددت انا موجود في كلي. الخطوة رقم ثلاثة. رسم الشكل المحفوظ. بقى اقف عند النقطة. اشوف والله تعالى عم بص كده. انا واقف في كلي. يبقى انا ارسم الشكل اللي انا حافظه في حالة الكلي. الخطوة رقم اربعة. نروح نستكمل الحسابات بتاعتنا. اروح بقى احسب الاي اثنين والاي اثلاثة واستكمل حساباتي. خطوات بعد كده كلها خطوات. نفس الخطوات بالزبط. سيستم واحد. نحسب القوة والعزوم ونجيب المحصلات. اقدر اجيب منها الدبس. يبقى انا خلصت المطلوب الاولاني. عاوز اجيب السيكشن مودلس. عاوز اجيب السيكشن مودلس. تعالى بعد كده اروح اجيب مكان الزيرو شير عشان هو ده اللي عنده اقصى عزم. ومنه احسب الزير السيكشن مودلس. عنده مشاكل يديني هبان اكتر في المسال. بس لحد الوقت لو حد عنده سؤال يتفضل اسأل قبل ما نخش نحل المسال. انت ساق اي اثنين تاني بس. اي اثنين. ده اثنين كالقانون ولا هي ليه راحت هناك. لا كقانون. كقانون هو بتساوي. هنعط في قانون تعويض مباشر. اربعة سي. هي سي فين. كيومة السي بتاعة الكلي. يعني مثل ده ايه بثلاثين. ده ايه بطن. فممكن السي ايه بثلاثة. بثلاثة. لو سي بثلاثة مثلا. فتقول له اربعة في ثلاثة. ناقص. افتح كوس. سميش ان جما ايش زائد لايف لود. هتجي تشوف ان هوا الجما بكام. والارتفاع ده كام. لو الجما مسلا بواحد ونص. واحد وستة وان عشرة. يبقى واحد وستة وان عشرة. في الارتفاع بتاعي دوتو اللي يكون تلات. واحد وستة وان عشرة في تلات. زائد اللايف لود اللي موجود عندي فوق. هي هبان اكتر كتعويدة في الحل. يعني هي بسيطة. تعال بس تبسيبها دلوقتي. السؤال هو ده السؤال. بتعويدة تعال نشوفها في الحل. ما شو فهم جد. طب هو ان انا عندي لايف بث في الناحيتين. لا ما بقاش في الناحيتين ازاي. هو انت بتعمل بتعمل حفر هنا عشان تعمل منشأ هنا او حاجة. فهو يعني تأثير انت مسلا ما يبقى عندك منشأ هنا. يعني ثانية واحدة. لو انا عندي منشأ هنا كده. اما اجي انا احط حملة على على السويل دي. لا اسأل السؤال تاني لان انا اتلقبت. اسأل السؤال تاني. انت عايز اوصل لايه? يعني انا في اي اتنين و اي تلاتة. الجزء اللي على يمين متسبب. سواء انا بحسب اي اتنين او اي تلاتة. اه 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 انا انا فهمت افهمت اصدك. اذا كان هو يقصد. هو يقصد. اذا كان الناس ذاكر سيكشن فاتت هتفهام من هنا لديك قوي. احنا سيكشن فاتت كنا بنعمل ايه? اما احسب اي تلاتة كنت بعمل ايه? كنت بقول ايه? والله ده اي باس فيمين؟ ناس اي اكتف شمال. فكنت بعمل كده باجي هنا اي باس فيمين يبقى دا كله. ده كلام الرامل. ناس اي اكتف شمال يبقى الحب دور. هذا ما هو باسف يمين هوت؟ أحسب هذه الكلمة بكام؟ باعتبار أن هذا كله باسف؟ أنا أحسب باسف هنا يعني فأجيب الطبقات كلها وأضرب في الكي باسف. وأجي هنا أحسب الايه اكتف؟ شمال وابقى طرح. هذا كلام من الرامل. لا، هنا أما أثبتنا القانون، وجدنا أنه يطلع شوية دور. هذه الحبة هم. الحبة أصلاً اللي فيهم لايف لود. يعني أنا عندنا هنا لايف لود. حين مwillحبتنا لديهم لايف لود. ليسيا علاقة بالقصة البس ت Rajah implementation أو ال��دات المريات. همين نفسهم الأمة الحبة اللي فيهم لايف لود. ليس لديهم دعوة هنا أصلاً. ليس لي علاقة عليهم الجزء اللي خلق Tabak Nation ناحية اليميني الأخر. ألاقي علاقة بتإثبات القانون. لو انت dewص puta كت dip eli asbeats القانون حتجده بتوصل في الآخر هوسر حتى أن الحبة اللي فوق دية كنت هم اللي مسيطار saturation علىtit. أي حالة ت�صل تحت brauch System. ستجد الفكر الذي ت granama. مع بعض في القانون نفسه. يعني في الاثبات بيتلاشهم مع بعض. فبيتبقى لي دايما الجزء اللي فوق قاع الحفر ناحية لمين ده هو. اللي هو فيه الفلود اصلي. تمام يعني المال الجزء اللي عال شمال ما مش افكتب معي. لا ما بيتخلش اصلا. في الاثبات هتلاقي حاجات بطير مع بعض في الاثبات. فهتلاقي ان اللي تحت قاع الحفر. مالوش اهمية. لان هو بيتجمع مرة ويطرح مرة في الاثبات. فبيطير. اما هنا بيفضل معي الجزء اللي فوق قاعة الحفر بس. اللي هو الجماع في الاتش زائد لايف لوت. ده اللي بيوضل معايا بس. تماما بسمان. طيب. الكلام ده هو يبان اكتر في المثال. تعال نكلم على مثال عشان الدين في وضح اكتر. انا معايا خطوط الحل هلمشي عليه. عندي مسألة بالمنظر ده. بديني هنا طبقتين. الطبقة ارغم واحد دهايت. والله الجماع بتاعتها بسبعتاشر. الفي بثلاثين. السي بثنين. لها فاي ولها سي. ما ليش دعوة عادي. ايه المشكلة؟ ما هي فوق قاعة الحفر. اللي يحصل فوق. ما ليش دعوة بي. تعال انزل تحت. عندي جاما وعندي سي. يبدا كان تليفرشيت بايل في الكلي. برضو انا مبص على المسألة. لقيت لايف لوت بعشرة. ماشي يا عام شكرا. لقيت جراوين دووتر تيبل يمين وشمال. ده جميل اوي الكلام ده. يعني من قبل مبدأ حل. عندي ماية يمين وشمال. فيلاشه بعض. اخر فكرة في السيكشن اللي فات. هيبقى عندي مسلس مية يمين. والله مسلس مية شمال. والاتنين بنفس القيمة. فده يروح مع ده. يمين يروح زي شمال. طي. كلام جميل اوي. ومديني مسافات واحد واربعة. وده الدبس اللي انا عاوزه. تعال دلوقتي نمشي على الخطوات. والله اول خطوة بتقول تحديد نوع المسألة. حسب نوع التربة في الجزء المدفون. الشيت بايل بتاعي المدفون في كلي. اه. يبقى ده شيت بايل ان كلي. كانت ليبر شيت بايل ان كلي. طي. الخطوة راكب اتنين. حساب الضغط الجانبي حتى منصوب الحفر. اللي هو في الجزء الاكتف ده. عشان نعمل الكلام ده هوت. بنحتاج الاول اللي احنا انحادل النقط اللي احنا هنحسب عندها. هروح ااخد نقطة. في البداية. انزلي مع المسألة. انزلي مع المسألة. هلاقي نقطة عند الماية الجوفية. قابلت الماية الجوفية باخد عندها نقطة واحدة بس. وانا ننازل مع المسألة. قابلت هنا تغير طبقات. فاخدت نقطة ثلاثة. يبقى انا نقطة في البداية عادي. نقطة عند منصوب الماية الجوفية. نقطة عند تغير الطبقات. بس واحد يقول لي يا بش مهندس. ده حنا عن نتغير الطبقات. بناخد نقطتين تلاتة واربعة. اه. مايشي صح. عند تغير طبقات باياخد نقطتين. بس خد بالك. خد بالك. والله يا بش مهندس. انا عارف. لما كنت بكلمك حالة ان هوت. ان الشيط بايل او ان الشيط بايل موجود موجود في كلاي. بينزل كده. وبعدين بيروح هناك. فاربعة دي تبقى هناك. يبقى انا وديت اربعة هناك ليه? لان انا عارف ان المحصلة هتروح شمال. اكمل اخد دي خمسة. واخد دي ست. يبقى ايه الجديد هنا? انا وديت نقطة اربعة شمال. لان انا عارف الشكل وحافظه ان هو هيروح ناحية الشمال. فتوتق دي تعال انكمل. احسب ايه? الكهات بتاعتي. والله الفي هنا بتلاتين. يبقى واحد نقصان تلاتين على واحد زلتان تلاتين. انزل تحت. هتلاقي هنا مفيش في اصلا. الفي هنا بصفر. يبقى واحد نقصان صفر على واحد زلتين صفر يطلع ده بواحد. ولو عايز احسب الكي باس في ناحة التانية. مقلوب الكي اكتف. فيطلع برضه بواحد. وقلت لك ان الحسابات ده هيت. ما تكتبش. ما تكتبش اي حاجة في الامتحان. ملقاش لازمة. اي. اي دي ايه هتوفرها. اي تلاتين ثانية هتوفرهم في الامتحان. والله والله مهمين جدا. المتحان طويل. المتحان طويل. ومحتاج اي ثواني منك بس. طيب. تعالى نحسب الارث برجر. انا ماشي على خطوات. محفوظة بامش عليه. والله النقطة رقم واحد واثنين وتلاتة ده في الجزء الاكتف. فخلاص يبقى قانون الاكتف بتاع بيقول سمشان جماعيش زاد لاي في لوت في الكي اكتف ناس اتنين سي جزء لكي اكتف. قانون خلاص بقى الناس كلها حافظته. تعالى نحسب لنقطة رقم واحد. كلامك سهل خلاص بقى خلاص. والله النقطة رقم واحد الارتفاع فوقها مفيش حاجة. فجامة. اليا سبعتاشر في الاتش بصفر. فيهي بقى سبعتاشر في صفر. زائد اللايف لوت بتاعي بعشرة. في الكي اكتف بتاعتي. انا جبتها خلاص بتلت. ناقص اتنين السي. انا عندي هنا كملة السي. فلازم احسابها معي. يبقى اتنين في اتنين في جزر. تلت يطلع واحد بوينت زورو اتنين اربعة. عاوز احساب اي اتنين? والله اي اتنين ده هيت. انه هوت فيه ارتفاع من الاصصال الموجود فوقها. والارتفاع ده هوت واحد متر. يبقى جامع بسبعتاشر. ليه سبعتاشر? عشان انا لسه فوق منسوب الماء الجوفية. يبقى سبعتاشر في واحد. واحد متر بتاع الارتفاع. زائد اللايف لود بعشرة. الكي اكتف برضو بطلت. ناقص اتنين السي. السي برضو باتنين. والكي اكتف بطلت. ليه طلع ده ستة سبعة من عشرة. ال اي تلاتة? تعال نحسب ال اي تلاتة مع بعض. خلاص بقى خطوات دي خلاص. نتهلم حدش عنده مشكلة في خطوات دي لحد. خلاص بقى الكلام ده اتحرق قوي يعني. ال اي تلاتة كل ده. هنقسمه حتتين. شوية فوق المية. وشوية تحت المية. طيب. اللي فوق المية. اللي فوق المية. طوما اتش. سبعتاشر. ارتفاع واحد. زائد. الشوية تحت المية. السبعتاشر تبقى سبعة. في ارتفاعها اربعة. زائد اللايف لود بعشرة. كل ده. الكي اكتف بتاعتي بتلت. وقص اتنين في اتنين كمت السي. جز بتلت. يطلع من هنا ان ال اي تلاتة ستاشر بوين زيرو اتنين اربعة. انا ماشي على خطوات. اعمل ايه? تعالى نرسم الشوية اللي انا جبتهم دول. والله اي واحد واحد زيرو اتنين اربعة. وال اي اتنين على وش المية ده هيت. ستة وسبعة من عشرة. طيب. ايه تلاتة بستة اشر بوين زيرو اتنين اربعة. خد بالك ان الخط ده بيتكسر. يعني ده بيجي كده. وبعدين نتكسر شوية. نتيجة وجود المية. الخط ما كملش. لا ده مشي. وبعدين نتكسر. طيب. نرجع تانين نكمل. الخطوة رقم تلاتة رسم الشكل المحفوظ حسب نوع الترب. والله انا شغال في كلي فوانا مغمض بعمل كده. ده الشكل المحفوظ. يبقى تاني يا جماعة الخطوة دي. انا وصلت لحد هنا عادي. سواء هو رمل سواء هو كلي هعمل نفس الخطوات. الجديد يظهر من اول امتى من اول حالة نهو. تعال بقى ارسم الشكل المحفوظ. تعال من هنا. حط الشكل لنا حفظه. اهو. طب الرموز اللي عندنا ايه? عندنا والله عندي ديبس. عمق الاقتراق. وعندي مسافة اسمها زد. من النقطة اللي بيقلب عندها لاخر الشيط باي. الخطوة رقم اربعة. حساب الضغط الجانبي المتبقي. عشان افضل لي نقطة رقم اربعة وخمسة وستة دي. تعال نحسبها. والله النقطة رقم اربعة كانت بتيجي من قانون بيقول. ال ايه اربعة بيساوي اربعة سي نقص. سمشا جماعتش زد لاي فلوت. اعرف احسبها. اهي. اربعة سي. يبقى اربعة. هي السيب كان. السيب اربعين. اما ليش علاقة بالسي اللي فوق خلاص. هي نقطة اربعة. تتبع الطبقة اللي تحت. اللي ظهر فيها تأثير الباسف. يبقى اربعة. فاربعين. نقص. سمشا جماعتش زد لاي فلوت. اخد الشوية دول. الشوية دول. احسب منهم. والله دول حتتين. حتة فوق المية وحتة تحت المية. الحبة اللي فوق المية. الجماب بتاعتهم بسبعتشر. في ارتفاع واحد. زائت الحبة اللي تحت المية. الجماب بتاعتهم بسبعة. في ارتفاع اربعة متر. زائت اللي فلوت. وعشرة. خلصت. قانون حفظينه. بنطبق فيه. حبة فوق المية. سبعة شرف واحد. حبة تحت المية. سبعة فاربعة. زائد اللي فلوت. يبقى اداة مية وخمسة. تبعوز احسب. اي ستة. عدل دي سمها لي. ستة. ده هي اي ستة. اللي هي ايه. النقطة ده هي. اخر نقطة. والله قانون. القانون بيقولها مش مهندس. اربعة سي زائد جما اتش. زائد سيجما جما اتش. زائد لايف لوت. طب نحسبها. اربعة سي. يبقى اربعة. في اربعين برضو. زائد. افتح كوز. احنا قلنا ان المجدار دهوت. لحد قاع الحفر بس. الشوية دول بس. هم دول بس اللي يهموني. يا باش مهندس لتبدأس بتاعت. اه. بس اثبات القانون اكد لي ان انا باخد الشوية لحد قاع الحفر بس. طب هم الشوية لحد قاع الحفر دول. عبارة عن ايه? عبارة عن جزء فوق المية. غامة اتش. سبعتاشر. واحد زائد جزء دحت المية. سبعة. اللي هي جمسة بمرجد. فيه اربعة ارتفاع. زائد لايف لوت باعشرة. لا. ده هو نفس ده. بس بدل السالب بقت موجب. طلع ده ميتين وخمستاشر. اعرف. احط القيم دلوقتي مية وخمسة. وده ميتين وخمستاشر. وهو مية وخمسة فوق. ونزل مكمل زي ما هو. قط مستقيم ستريت. فبقى عندي مية وخمسة تحت. يبقى انا حسبت يا باش مانتسين النقطة دي ازاي. من خلال قانونينا انا احفزهم. اربعة سي. مرة ناقص. صميش انجمع اتش زائد لايف لوت. ومرة زائد. صميش انجمع اتش زائد لايف لوت. والمقدار. لحد قائل الحفر بس باخد شوية دول. واحسب منهم. حتى يا جماعة عندنا مشكلة في الكلام ده. حتى عندنا مشكلة في التعويضة دي. حتى عندنا سلعة يا جماعة في الجزء ده. لا تماما يا فشمان. طيب. مسلسات المية. مسلسات المية. خلاص. ما عندش مسلسات مية. اللي اخدته يمين. راح مع اللي اخدته شمال. مسلس يمين مع مسلس شمال. طياره بعض. نروح للخطوة اللي بعدها. تعال بقى خلاص الخطوة دي. والله من قبل ما ابدأ انت تعرف تعملها لوحدك. اعمل ايه. الخطوة رقم خمسة. حساب القوة والعزوم واجهات المحصلة. تعال نمشي. والله الجزء الاولاني عبارة عن شبه منحرف. فقومت مقسمه المستطيل. اف واحد. ومسلس اف اتنين. مستطيل في النص. ومسلس في التلت والتلتين. انزل تحت. شبه منحرف جديد. لقسمه المستطيل. اف تحت المسلس لسود ده. واخد مساحة المستطيل ده هوت. اف ستة. فبالتالي تلاقي جزء الوهم ده هوت. الجمع مرة مع اف خمسة. والجمع مرة مع اف ستة. فتلاقي الجزء الوهمي. الجزء الوهم ده هوت. خلاص. بالنسبة لي ده جزء. هيتجمع مرة ويتطرح مرة. فيطير. خلاص. لما لهش وجود. ده يستاعدني في الحل برضو. زي ما كنت بعمل في مسألة الرمل. يبقى انا خدت الوقتي. مسلس اف خمسة. مساحة المسلس لسود. وخدت اف ستة. مساحة المستطيل. لا زرق ده. نعمل. جدولنا الجميل. فورس بالكيلونيوسن على المتر. لان انت عارف ان انت واخد شريحة واحد متر. فأي فورس او اي مومنت بيكون على المتر الطولي. زراء العزم. والمومنت بكيلونيوسن متر على المتر الطولي. تعال نحسب واحدة واحدة خلاص. كلام كله كلام قديم بقى دلوقتي والله. اف واحد من ساحة المسلس الصغير ده. واحد زيرو اثنين اربعة في ارتفاع بواحد. خلاص اف واحد. حد يا جماعة يقولي هو زراع العزم اف واحد بكام. زراع عزم اف واحد بكام. من فوق خالص لحد نهاية الزرو شيك. حد يقولي ده بكام. ناس صاحية? اف واحد زراع العزم كام? اه بيبقى نص يا بش مراندز زائد اربعة زائد دي. نص الحب دول ماشي. ده نص الحب دول نص المستطيع ماشي. زائد اربعة? زائد اربعة اللي هم شوية دول يبقى اربعة ونص. زائد دي. زائد دي. فانا خدت النص زائد اربعة زائد دي كلها. تعال نشوف اف اتنين. اف اتنين والله عبارة على مساحة مسلس صغير. انت حب دول. ده مساحة مسلس نص طول القاعدة في الارتفاع. يبقى نص. في. ستة وسبعة. هنشيل منهم واحد زروة من اربعة. هو الشكل اللي كان عامل كده. الناس برضو مش لحد مش اخب باله. انا بحسب دلوقتي مساحة المسلس ده. فانا عايز اخد الجزء الصغير ده هو ده طول القاعدة. فالستة وسبعة. هنشيل منها واحد اتنين اربعة اللي انا اخدتهم اصلا مع المستطيع. الاول تعال ندرب الفورس لزراع العزم. فيطلع لده من هنا اربعة بوين ستة واحد زائد واحد اربعة عشر من الف دي. اف اتنين نص. ستة وسبعة عشر منها واحد زير اتنين اربعة. في ارتفاع بواحد متر. فيطلع لده اتنين بوين ثمانية ثلاثة ثمانية. طب زراع العزم. والله زراع العزم المسافة من اف اتنين لحد اخر الشيط بايل. ماشي. طب اف اتنين موجودة فين؟ والله الحتة الصغرية دهيت. تلت. يجده كل واحد يبقى ده تلت. تلت وتلت من مية. زود على التلت كمان اربعة هما. يبقى اربعة تلت وتلت وتلت وزود عليهم الدي. تلت حتة تلت. اربعة ودي. يبقى اربعة تلت وتلتين زائد الدي. اضرب الفرس في زراء العزم يطلع من هنا اتنشر تلت نشر تسعة وعشرين زائد اتنين بوين تمانية تمانية ادي. اروح اجيب اف تلاتة. اف تلاتة عبارة على مساحة المستطيل دهوت. ستة وسبعة في ارتفاع اربعة. يطلع ستة وعشرين وثمانية. زراء العزم مسافة من اف تلاتة لحد تحت خالص. والله هذه الحتة اربعة يبقى نص المسافة. اتنين يبقى اتنين زائد دي. قلت بالك ان مسألة الكلي اسهل من مسألة الرامل. ويطلع ده من هنا. تاتة وخمسين وثمان عشر زائد ستة وعشرين واثنين وثمانية دي. عاوز اجيب اف اربعة. نساحة المسالس الصغير. خطوات كلها خطوات خلاص. انت حفزتها وتعودت عليه. نص في طول القاعدة اللي هي الحد للحبة الصغيرين دول. والحبة دول بيساوي ستاشر زير و اتنين اربعة. نقصت شوية اللي فلانا خدتهم خلاص فوق مع المستطيل ستة وسبعة. يبقى نص في ستاشر اربعة وشرين من الف نص ستة وسبعة من عشرة في ارتفاع اربعة متر يديني ده تمنتاشر بوينتسة تمانية. طيب بزراء العزم بشمهندس. المسافة من اف اربعة لحد تحت خالص. والله الحتة دهيت. تلت الاربعة. تلت الاربعة. واحد تلاتة وتلاتين. يبقى واحد تلاتة وتلاتين زائد دي. اضرب دف ده يديني اربعة وشرين وتمانية زائد. طمانتاشر بوينتسة اربعة وتمانية دي. طيب. عاوز اجيب اف خامسة. والله اف خامسة هي مساحة المسلس ليس ويد. اللي هو عامل ازاي كل ده. طول القاعدة هي المسافة دي كلها. الحبة دول من الاول هنا لحد الاخر. مائتين وخمستاشر زائد مية وخمسة الجزء الوهمي. فبارتفاع المسلس. المسلس. زد. مش ده ارتفاع المسلس هنا. ده ارتفاع المسلس يبقى ده زد. وهو ده المسلس السود اللي أنا راسمه فوق. نص وطول القاعدة في ارتفاع. يبقى نص مائتين وديمتين. طيب دي مطلع اخطاء كده جميع معلشي. دمتين وخمستاشر. مائتين وخمستاشر زائد مية وخمسة في ارتفاع زد. يطلع مية وستين زد. طيب زراع العزم. حد يا جماعة يقولي زراع العزم. زراع العزم كم? اف خمسة. نص صحية? ولا نادي? اف خمسة. زراع العزم كم? تلت زد. زد على ثلاثة تمام. اضرب دف ده يديني ثلاثة وخمسين بوين ثلاثة زد التربية. عاوز اجيب اف ستة. والله اف ستة عبارة عن مساحة مستطيل اهو. مستطيل ازرق. اف ستة. طيب الحتة الصغيرة ده هيت مية وخمسة بارتفاع بتاعي اسمه دي. بارتفاع بالكامل. مسابقة هيك بالكامل. اسمها دي. يبقى مية وخمسة. مية وخمسة دي. مية وخمسة في دي. بس ما تنساش السالب. علشان ده عكس الاتجاه. طب بيأثر فينا باش مهندس. ده مستطيل. يعني بيأثر في النص. يبقى دي على اثنين. اضراب اليداف ده. يطلع ده سالب. وبقى تنس السالب. علشان مسالك كلها تطلع غلط. اثنين وخمسة ونص. دي تربية. حتى جماعة مشكلة في اي حسابات من الحاجات دي. سواء ارس بريجر او حساب الفورسز. حاجة مش واضحة في الجزئية دي. لا تماما باش مهندس. تعال نجيب محصلاتنا عشان نخلص. والله انا عندي معادلتين بصفر وصفر. طيب. صفر بصفر. هعمل ايه? هجمع الفورسز كلها. جمع لي الارقام الحامرة ده هيات كلها. نجمع ده. وده اف واحد لحد اف ست. نجمع كل ده. هيديني معادلة بتقول ايه? 49.3 واحد زائد مئة وستين زد نقص مئة وخمسة دي. ايسا وصفر. شايف المعادلة هنا حلوة ازاي? مثالة الكلي سهلة وحلوة. حاس المعادلة كده ايه? بنت ناس كده? مش زي المعادلة الرخمة التاني. طب انا كنتم اعمل ايه? والله المعادلة دي فيها مجهولين. فيها مجهولين. فهاتلي واحد بدلالة التاني. انا جيب واحد بدلالة التاني. فانا هجيب. الزد بدلالة الد. وديت الزد في طرف. وديت الحاجات التانية كلها في طرف التاني. فجيت هنا وديت المئة وخمسة ناحية التانية. وديت تسعة واربعين ناحية تانية ومتاسم على مية وستين. فبسطتها بس. فبقى الزد من هنا بيساوي مية وخمسة دي ناقص. تسعة واربعين بمونت تلاتة واحد على مية وستين. الخطوة اللي بقى لكده. سمشا مومنت بيساوي زيرو. جمع باش مهندس المعادلة الارقام دي كلها جمع المومنت كله. يديني معادلة بتقول خمسة وتسعين بمونت تلاتة زائد تسعة واربعين وتلاتة زائد تاتة وخمسين بقى تلاتة تلاتة زد تربيع نقص اتنين وخمسون وص دي تربية. هنشيل كل زد ونحط مكانها الكسر ده. اشيل الزد واحط مكانها الكسر اللي موجود عندي. يبقى انا اشيلت الزد من هنا وحطت مكانها مية وخمسة دي نقص تسعة واربعين وتلاتة واحد على مية وستين. وكل ده تربية عشان موجود في المعادلة تربية. وبالتالي الوقت انا هو انا عندي ايه دلاتة بشوانتين? انا عندي معادلة واحدة. المعادلة الواحدة دهيت فيها دي مجهول وحيد. على الآلة الحزبة هكتب معادلة بمجهول اسمه اكس من غير ما بسط. انا مش فاضي. مش فاضة بسط. واقول له حلم. الاقي دي بتطلع اتنين خمسة وتلاتين متر. اتنين بونت خمسة دي دهيت. هي حاجة اسمها دي سيوريتيكل. الحاجة اللي بتطلع من الحسابات بدون معامل امان. اروح اضرب الرقم دهوت. تطلع اصطلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل في المية. انا كده خلصت. معادلتين. بصفر. جبت معادلة فيها زد ودي. جبت واحد بدلالة الثاني. وركنته على جامل. واحت جمعت مومنت بصفر. جمعت المعادلات. لقيت عندي مجول زد ودي. طب انا كنت جايب واحد بدلالة الثاني. ومتشال الزد. وحط مكانه. الكسر اللي موجود عندي. قدرت اجيب الدي. واجيب الزد. وعوض. واجيب الدي اكش. طب نسأل سؤال. يا باش مهندسين. هي في الامتحان لو قفلت. لو قفلت هتعمل ايه? حد عنده فكرة. لو قفلت لالحزبة زعلت منك وما طلعتش الحال. انت مشتلاقي وقت ان انت تراجع ده كله. لو راجعت ده كله. وعادت تكتب تاني او تحسي تاني على حزبة. لو عندك زيادة زيادة تراجع فيهم. خير وبركة. ما عندكش. هتعمل ايه? حد عنده فكرة. حد فكرة. حد فكرة. احنا قلنا استيشن. استيشن. استيشن في الحتة دي. اه قلنا الدي بتسوي الواحد ونصر اتش. تمام. ده كلام قويس قوي. بس انا قلت المرة اللي فاتت. لو هو رمل. رمل. والله دي اكشوال. بتطلع واحد ونص. الاتش تقريبا. دي اكشوال رقم الاخير دهوت. بيطلع مرة ونص عمق الحفر. دهوت. ده عمق الحفر. بس الكلام في الكل ايه? الارقام دي بتختلف شوية. بتلاقي ان دي اكشوال. بيطلع تقريبا. من نص. لثمانية من عشرة. الاتش. واخد بالك ان الارقام دي. دي ارقام يعني دي ارقام استرشادية. ملايش علاقة بالمسائل. يعني واحد تكون فاكر ان انا خدت الارقام دي وتعملت المعادلات دي. لا ما فيش كلام ده. دي ارقام استرشادية. ملايش علاقة المسائل الاصلا. لو انت جدت تطبق الكلام دي في مسألتنا. هتلاقي دي تطلع بكام? باثنين وتسعة من عشر. طب هو عمق الحفر كام تقريبا? خمسة متر. يعني تقريبا ايه? حوالي ستة من عشرة. من عمق الحفر. في الكلي. دي اكشوال من نصر تمانية من عشرة الاتش. واخد بالك ان الكلام ده مش كلام انتحن. ولا كلام تقوله في شفوي. ولا تقوله في اي حد. دي حاجة ليك انت? عشان لو قفلت معك خالص. طب ليه باش مونس الرمل. طلع كبير كده. احنا دايما بنخاف من الرمل. الرمل هو اللي بيعمل لي مشاكل بيبقى الضغط الجانيبي بتاعه عالي. فانا بقلق منه دايما. فدايما ارقام بتطلع كبيرة. انت عارف انت لما تخرج بره. هيجي ويقول لك ايه. ممكن تلاقي ناس بتشتغل ازاي من غير ما يصمم من غير اي حاجة. يقول لك ايه. هو انت تحفر رد ايه. تقول له يا عمان عايز احفر خمسة متر. يقول لك بص والله الخمسة متر ده هوم في واحد ونص يعني سبعة ونص. يعني بص يا عمان همدي لك ده هوت. همدي لك هنا ثمانية متر. ولا يصمم ولا يعمل اي حاجة. ده لو انا عن طربة رملية. هم راح ادارف واحد ونص وخلاص. طيب. يبقى انا بشمانس لو افلت معك ممكن تلجأ للحل ده. لو الوقت مقفول معك خالص. هتلجأ للحل ده وتحط رقم. احسب حزبه بايدي كده. والله ده خمسة متر. يعني ايه. لو ضربت ايه. لو خدت من نص لتمانية من عشرة. يطلع تقريبا ايه. اتنين وسبعة اتنين وتمانية. هم راح حط اي رقم. وخلاص. افلت بقى خلاص. هعمل ايه؟ مبقى ده مش حل تاني. خصوصا بالذات كمان ان الخطوة اللي جاية اسمها السيكشن مودولاس. هو السيكشن مودولاس بيتأثر بالدبس ده هوت؟ لا. يعني الرقم ده لو غلط. مش هيأثر معك في اللي جاي. الرقم لو غلط مش هيأثر معك في اللي جاي. تعالى نتكلم على السيكشن مودولاس. الملحوظة الاولان اللي انا عايز اقولها واللي عاوزك تسجلها. في الامتحان لو طلب الدبس بس وسكت هتلو الدبس بس. لو طلب الزد وسكت هتلو الزد بس. ما تروحش يجيب الاتنين. لان الاتنين اللي هم شراقة ببعض في الحل. يعني ده مش بيعتمد على ده. يعني مش باخد دي وكمل به. لأ ده حاجة وده حاجة. طب السيكشن مودرس. هل الدنيا تختلف? والله لا خالص ولا اي اختلافات. بحدده عند اقصى عزم. طب بحس باقصى عزم فين? عند الزروشير. ماشي. طب الزروشير اللي موجود فينا بشوهندس قال لك والله ده زروشير دهوت. موجود تحت قاع الحفر وفوق نقطة الدوران. هو بص كده. هوحنا فوق قاع الحفر. عندي اكتف بس. ما عمليش حاجة الناحية التانية. هل في احتمال يكون فيه زيروشير? ازاي? ما الفورس في اتجاه واحد. الفورس في اتجاه واحد. فازاي هيبقى هيزهر زيروشير? ازاي هصفر? وهو لازم يعني فورس في اتجاهين? فما حصلتهم تكون بصفر. فبقنا عندي فورس في اتجاه واحد. مستحيلية صفر. فقال لك مع محاولات كتيرة. لقينا ان الزروشير دايما بيطلع تحت قاع الحفر. وفوق نقطة الدوران. يعني في المنطقة دهيت. ده مكان الزروشير. تحت قاع الحفر. وفوق نقطة الدوران. هنقف دقيقة معه. ونرجع لكم. شكرا 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 لكم. درجة انا اكمل لكم. يبقى انا دلوقتي بتكلم ننزل وشير موجود فين. زي كلام سكشان اللي فات برضو انه هو تحت كالحفر وفوق نقصة الدوران. في المنطقة دي. معنا كده. المنطقة ده هي اكتف يمين وباسف شمال. ماليش علاقة. انه هو الاكتف بيقلب باسف والباسف بيقلب اكتف. لان انا فوق نقصة الدوران. فقدر اشتغل زي زمان. اه. فيش مشكلة. اعمل ايه. اجدي مسألتي. طيب. فاكرا سكشان اللي فات. قلنا ان اللي فوق قاعة الحفر ده هو يا بش مهندس. ده. هو هو. الفورسز هتغير. هيفوق قاعة الحفر. هل هيحصل حاجة? هل لا او ده حسبها ثاني? ما انا حسبتها مرة قبل كده. فاللي فوق ثابت. نفس قيم القرس برجر. نفس قيم الفورسز. ما فيش مشكلة. طيب. طيب يا بش مهندس. هو الشكل اللي عامل ازاي? شكل القرس برجر عامل ازاي? عامل كده. نزل كده. هنا في مية كده. بعدين ده بيروح الناحى التاني هناك. وبعدين ينزل لخط مستقيم. وبعدين يقلب تاني من الحد تاني. هو الزيرو شير فين? قالك موجود هنا كده تقريبا. ده مكان الزيرو شير. قطع فين يا بش مهندسين. قطع في الخط المستقيم. في الخط العدل. الستريت لاين دهوت. لان انا واصق ان هو فوق نقطة الدوران. فما اجي احطه على الرسمة بتاعتي. ادي الزيرو شير. وودي افرد مسافة اكس من قاع الحفر. فايبقى شكل قرس برجر حاجة بالمنظر ده. تبليقة باش مهندس ما راحش كده. وقلب. انا ما يهمنيش ايه اللي بيحصل تحت. انا يهمني انزل واصق تماما. اللي هو هيقطع الحتة السليمة ده. الحتة الاستريت. الحتة الاستريت دي. اعرف دلوقت اكمل. خلاص الموضوع بقى سهل. الله القيام داية كانت 105. تعالى نزود فورس جديدة اسمها اف اكس بتاعت الزيرو شير. روح نعمل الجدول بتاعنا. فورس ارم مومنت. والله اف واحد واثنين وثلاثة واربعة سبتين مفهمش اي تغيير. اما مين دول انا حسرتهم مرة زمان في الثلاثات اللي فاتت. خلطت خلاص خلطت. فاضلي بس الف اكس. الف اكس عبارة عن ايه؟ عبارة عن مساحة مستطيل. مستطيل للصغير الحلو ده. 105. اكس ارتفاع 105 اكس بس بالسالب طبعا بالسالب طبعا. عشان عكس الاتجاه. طب علشان يا بش مهندس نجيب قيمة الاكس بكام. هروح اقول ساموشا من فورس بصفر. مش معنى زيرو شير ان مجموع الفورس بصفر. لو جمعت الارقام ده هيت. واحد اربعة وشرين مع تنين بوين ثمانية ثلاثة ثمانية مع ستة وعشرين مع تمنتاشر ناقص مية وخمسة اكس. وسويتهم بالصفر. يطلع لمنها الاكس بكامة بش مهندس بسبعة واربعين من مية. يبقى انا جبت منها الاكس بسبعة واربعين من مية متر. ارجع تاني. هشيل الاكس وحطط مكانها سبعة واربعين من مية. بقى سالب مية وخمسة في سبعة واربعين من مية. اداياني ان الف اكس بيساوي سالب تسع واربعين بوين ثلاثة واحد. انا كده هجيبت مين؟ جبت الف اكس. طيب واحد يقول لي هو انت باش مانس راح تجيبت اف واحد واثنين وثلاثة واربعة وخلاص من ورا. طيب انت ما جبت اصدراع العزم ليه? حد يجاوبني ما جبت اصدراع العزم ليه من الاستاد اللي ورا برضو معايا. وانقلهم مرة واحدة وخلاص. حد يجاوبني? انا ليه ما جبت اصدراع العزم يا جماعة? معايا وانا جاي. انا في اللي فاتت كنا نجيب لحد نهاية المنسب. تمام اللي هنور عليك. انا في الاستاد اللي فاتت كنت بجيب من اول هنا لحد اخر خالص. لحد نهاية الشيط بايل. لا المراضي لا. المراضي زراع العزم ليطلع لي لحد فينا باش مهندس. لا بزراع العزم بقى يجي لحد من اول اف واحد لحد الزيرو شير بس لحد الماكسمام مومنت. اقدر احصل نحسب. تعال كده نحسب اف زراع العزم بتاع اف واحد. هتلاقينا حتة بنص متر. اللي هي نص المستطيل نص الواحد متر. زائد حتة باربعة. اللي هم الشوية دول. زائد المسافة اكس ده هيت. اللي هي بسبعة اربعين من مية. يبقى نص زائد اربعة زائد سبعة اربعين من مية. يطلع ده. بكم باربعة سبعة وتسعين. اخد اف اثنين. الحتة الصغيرة ده هيت. تلت الواحد اللي هي تاتة وتسعين من مية. زائد اربعة. زائد اكس. هي اكس بكم؟ بسبعة اربعين من مية. يديني ده اربعة وتمانية من عشرة. اخد اف تلاتة. تعال انا اخد اخد اف تلاتة. الحتة الصغيرة ده هيت. نص المستطيل. يبقى ده اثنين. المستطيل الباربعة يبقى ده اثنين. واخد الاكس. اللي هي بسبعة اربعين من مية. يبقى تنين سبعة اربعين من مية. اخد بعد كده اف اربعة. خلاص والله ده موضوع سهل قوي. والله الحتة الصغيرة ده هيت. تلت الاربعة. يبقى واحد تلاتة وتلاتين. زائد سبعة اربعين من مية. فلاقي ده بيطلع معي. واحد وتمانية من عشرة. فضلي الف اكس. والله ازراء العزم دهوت عبارة عن نص الارتفاع. والارتفاع بتاع اسمه اكس. نص نص الاكس. اكس على اثنين يعني. فاقل صبر بما يقسمها على اثنين. يطلع ده بوينت اثنين تلاتة خمس. اعرف دلوقت اضرب. اضراب لي بقى الفورس في الارض. يطلع ده خمسة وتسعة. ده يطلع تلتاشر. ده يطلع ستة وستين. ده يطلع تلاتة وتلاتين. طب اخر واحد يطلع سالب حداشر. اوها تنسى السالب. اوها تنسى السالب. اجمع صمشة مومنت. علشان اجيب من هنا. صمشة مومنت اللي اصم عليها. تلعب معي بمية وستة وتسعة من عشر. طب انا معي المومنت اعرف اجيب الزد. اعرف عادي خالص. امي ماكس ماما على الف اللوبل. طب العزم انا عارف بمية وستة. الف اللوبل انا كنت احافظها بالفين كيلو جرام على سنتيمتر المربع. امتضرب المية وستة. فعشر وساربعة. ليه? عشان احنا قلنا. اما بحول من كيلو نيوتن متر لكيلو جرام سنتي. بضرف عشر وساربعة. ولو بالطن بضرف عشر وساربعة. والاف اللوبل انا عارفها بتاعة الاستلبة الفين. جبت ده خمسمة اربعة وتلاتين. بس يا باش مهندس. ده زد للمتر. لشان انا جاي بالعزم للمتر الواحد. فيبقى ده زد للمتر الواحد. بس الكوريات تشيت. كان ربعين سنتي. اليونت الواحدة. اليونت الواحدة. اليونت الواحدة. اربعة من عشرة. متر. فاخد الرقم ده هوت. اضربهلي في اربعة من عشرة. فلاقي ان اليونت الواحدة محتاجة امتين وتلات اشر وتمانية من عشرة. ما انا اخدت الزد على المتر. دربته في اربعة من عشرة. علشان اجيب الزد لليونت. طلع بمتين وتلات عشرة. انت قدامك حلينه. هم هم هيهم. لقيم ما تضرب في اربعة من عشرة. لقيم ما تقسم الزد على اثنين ونص. جاءت من اثنين ونص دي. وهو انت لو جيت بسيت. هتلاقي ان المتر الواحد بيعمل قد ايه? لو احنا اخدنا واحد متر كده. هتلاقي بيعملك حتة اثنين ونص. وهي واحدة باربعة من عشرة. ثمان واحدة باربعة من عشرة. كده تمانين سنتي. واخد جميع حتة صغيرة باثنين من عشرة. يبقى المتر الواحد في حتتين ونص. حتتين ونص. يبقى قدامك حلين. لقيم ما اضرب في اربعة من عشرة. لقيم ما اقسم على اثنين ونص. هيا هيا. هم هم لدي مشكلة في الكلام ده؟ هم لدي مشكلة؟ نسمعي طيب. حاجة اخرى في الجزء ده هوت بس. يعني دي حاجة محدش اسألك فيها. بس يجب ان تكون اوخت بالك منها. هو انا يا بشمانس بقول لك ايه. بشانا ادلوقتي بقول لك. اننا السيستم بتاع ده هوت. ميزود عمك الشيط بايل. علشان اكون ضامن. هل انت تتوقع شكل العزم بعمل ازاي. واحد لو انت تفكر كستركشر ممكن تقول ان العزم هياخد حاجة من منظر ده. وده كابولي وفيكس التحت فياخد المنظر ده. بس فعليا ده مش شكل العزم. هو لو ده شكل العزم بيبقى ده هو المكسمم مومد ده الامي ماكسمم. وده اللي راح اصمع عليه. امال انت ليه بروح بتدرع على الزير وشير بقى. لو هو ده شكل العزم. كابولي بالمنظر ده كده. فده شكل العزم. فهتروح تصمع القيمة دي وخلاص. الكلام ده مش مزبوط. ده غلط. ده شكل العزم عامل ازاي. ده كابولي. فتلاقي بيزيد كده. وبعدين يرجع تاني. يصفر كده. العزم بيموت مع العمق. فتلاقي العزم تحت بزيرو. والامي ماكسمم تطلع في المكان اللي احنا بنحسبه. ده الامي ماكسمم. العزم تحت يساوي زيرو. انا اصلا في معادلات الاتزان كنت بساوي العزم تحت بالصفر. العزم بيموت مع العمر. عشان تكون واخد بالك. ما تقولش ده فكسة في ريه. فتقولي ان ده العزم. لا ده كلام مش مزبوط. ده حاجة ليك. بس يعني ده العلم مش اكتر. طب تعاليني اللي على فكرة. تعاليني اللي على فكرة. الفكار بسيطة خالص. الفكرة اللوانية ان انا يكون عندي قوة افقية. عندي قوة افقية بالمنظر ده. على حق تساند حر. حر معناها ان انا ما عنديش حاجة هنا. ولا عندي حاجة هنا. فبعمل ايه باش مهندس. قال لك ما تيجي ترسم الشكل المحفوظ. هنرسمه بالمنظر ده. انا اصلا ما عنديش صويل هنا. ما عنديش صويل هنا. فروحت بس رسمت الشكل المحفوظ. فبدأت كده من عند الباسف. لان انت ما تيجي تحسب دهية. هتقول ايه باسف. ناقص. ايه اكتف. فليه اكتف اصلا كده. بصفر. فتيبقى الايه باسف فس يالله قيمة. ليه. مش القانون بيقول جاما اتش. في الكي باسف. في الكي باسف. زائر اتنين السي جزر الكي باسف. ايه. اشتوب لي ده. لان هو هيصفر. مفيش ارتفاع فوق. فيتبقى لك الجزء الثاني. وقمت لسم الشكل المحفوظ بداية من الباسف. الشكل المحفوظ من عند الباسف. اعرف حل مسألتي. والله مسألة بسيطة خالص. بص كده. ده ارتفاعاتي عادي خالص. تعال نحسب. ايه واحد بتساوي يا باش مهندس. والله بتساوي. ايه واحد ده هي. او هي اللي موجودة فوق. اربعة سي ناقص. سميش انجمائكش زائد لايف لود. اجا بص عندي. هم الشوية دول. هل في حاجة هنا. لا. فيبقى ده. بصفر. انا ولا عندي جمف اتش. ولا عندي لايف لود. فمن هنا لايه واحد باربعة سي. ايه تاني. تعال نحسب ايه اتنين. اربعة سي موجب جاما اتش زائد لايف لود. والله ده المجدر ده مصفر. يبقى ده برضو. بزيرو. فلاقي ان ايه اتنين برضو باربعة سي. فلو انا عز ارسم الاس بريجر. هتلاقي ان الكومة ده هي اربعة سي. والكومة للناحية التانية اربعة سي. السهولة دي. ابدأ احل شغلة عادي. يبانى عندي اف واحد. و اف اتنين. حد يا جماعة يقولي اف واحد بكام. اف واحد تطلع بكام من هنا بالرموز. مساحة المثلث ده. نص تمانية سي في زد. تمام. لا نور عليك. اول قاعد اربعة سي زائد اربعة سي. يبقى تمانية سي في ارتفاع زد. يبقى نص تمانية سي في زد. يطلع اربعة سي زد. قبل اف اتنين. تعال نجيب اف اتنين. عبارة عن مساحة المستطيل ده. اربعة سي في دي على طول. قاعد اربعة كده اعمل الجدول بتاعي. بس دخل الفرص معاك. معايا فرص. وزراع العزم بتاعها ده بالكامل. انا بحسب دي دلوقتي. لحد ااخر الشيط بايل. فزراع العزم عبارة عن كلها. زائد دي كلها. اف واحد اربعة سي في زد ده انا جبتها خلاص. وزراع العزم بتاعها زد على ثلاثة. اروح اجيب اف اتنين بس بالسالب. سالب اربعة سي في دي اللي انا جبتها. وزراع العزم بتاعها دي على اتنين. اللي هو مصر ارتفاع المستطيل. اكمل شغل عادي سامشان فورسز سامشان مومنت. واكمل حساباتي. طب عاوز اجيب السكشن مودلس. طب هو نفس الكلام. انا واسق ومتأكد ان انا مفرد مسافة للزيرو شير هيقطع الحتة العدلة. هيقطع في الحتة العدلة. لان هو بيقطع قبل نقطة الدوران. فبقى عندي مستطيل صغير كمتة اربعة سي. اروح افرد اف اكس. طب لو عادت اجيب الزيرو شير. انا عندي فوق فورس اسمها اف. وتحت فورس اسمها اف اكس. ساول اتنين ببعض. اجيب من هنا الاكس عادي. اروح اجيب العزم. يبقى الفورس اللي فوق ده هي. تضرر في ازراء العزم لحد الزيرو شير. والفورس اللي تحت ده هي. تضرر في ازراء العزم لحد الزيرو شير. حد يا جماعة عندنا مشاكل في الكلام ده. حد شايف الموضوع صعب. حد شايف الموضوع صعب. حد شايف الموضوع صعب. حد عندنا سؤال نعيد حتة تاني. فكرة اخيرة. فكرة اخيرة. عن المسال بالمنظر ده. مديني لايف لوت بعشرة. جما واحد سبعتاشر فيب تلاتين. جما اتنين سبعتاشر عشرين. قال لك والله انا بس هرسم الاسب رجل من المسألة دي. فحد النقطة. نقطة في البداية. نقطة هنا. والنقطة الناحية التانية. والنقطة في الاخر. في مسألة كلي. فنقطة الناحية التانية. انا كل اللي احسبه. هحسب ايه ثلاثة. تطلع بكام. يعني على سبيل المثال. لو انا عايز اسم اس بريجر. هيطلع حاجة بالمنظر ده. ده اي واحد. وده اي اتنين. طبيعي خالص. اي واحد له هقيمة و اي اتنين له هقيمة. عاوز احسب ايه ثلاثة. ايه ثلاثة. والله القانون بيقول. اربعة سي. نقص. سميشا جما اتش زاد لايف لود. ده القانون اللي انا حافظه. عوض كده. اربعة. عشرين. نقص. جما اتش زاد لايف لود اللي هم الشوية دول. الشوية دول. صح. الحد قال حفر بس. الجما بكام بسبعتاشر. الاتش بكام. الاتش عندي. كانت. تزود الحتة دي عندك. الاتش ده اتكانت بخمسة متر. يبقى اتش بخمسة. زاد لايف لود بعشرة. يطلع بسالب خمسة عشر. يطلع بسالب خمسة عشر. يبقى كتعويضة. اربعة في عشرين. وخدت الجزء اللي فوق. حسبتله جما اتش زاد لايف لود. انت عارف يا بشمهندس يعني ايه سالب خمسة عشر. هي الاي ثالثة اصلا بتساوي ايه؟ مش بتساوي الباسف. نقطة الاكتف. معنى ان هي طلعت سالب. ان الاي اكتف اكبر. حقا صغيرة ناصحها كبيرة. فطلعت الرقم سالب. الاي اكتف اكبر. فتلاقي ايه ثلاثة. ما تروحش الناحية التانية. نحن كنا منقول اصلا. لكن الكنا نقول ان. المحصلة تجري وباش fa, لان الباسف دايما اكبر. المحصلة بتجري وباشarna. لان الباسف دايما اكبر. فاما جاء اقول 1000 م ave. تموض. وي Human active. والباسف اكبر ويطلع رقم ووجب. عشان الباسف اكبر فياخد المحصلة وراه. طب ما اسألت هنا باش مهندس بطلع سالب. معنى ان هو طلع سالب ان الاكتف هو اللي اكبر. طب انا عندي مشكلة دلوقتي. هو انا واقف هنا. هكمل الشكل المحفوظ ازاي? اعمل ايه? انزل كده وروح كده اعمل ايه? وانا لو عملت كده هيحصل ايه? مش حصل حاجة. معنى كده ان ما فيش حاجة بتعمل لك اتزان الناحية تانية. ان الضغوط كلها جاي من ناحية واحدة. فالمسألة ده هي انستابل. غلط اصلي. الحل ده مش ينفع. انا اعمل انتليفر. غلط. مش هستحمل. ما فيش حاجة هتعمل لك اتزان. ما فيش فورس هتعمل لك اتزان. مسألة ده بانستابل وما كملش الحل. لازم ايه ثلاثة تروح هناك. عشان يكون عندي كوة تعمل اتزان والدينية تبقى تماما. هي فكرة. دكتور قالها السنة اللي فاتت. وسألت السكشن مبالح. قالوا لي بردو ان دكتور قالها السنة دي. فهذه فكرة مهمة. اهمية الافكار بتظهر فيها باش مانسين. ان انا الامتحان لو مضغوط قوي. فالدكتور عاوز يجيب لك حطة في التانتليفر. وما فيش وقت. ما فيش وقت انك انت تحل لها مسألة بالكامل. فيجيب لك فكرة صغيرة. يبقى انت عندي مشكلة في الفكرة دي يا جماعة. حد عندي مشكلة هنا. تب دي واضحة. دي واضحة يا جماعة. حد تفهم من حيطة دي. نستكلم يا جماعة. نستكلم يا جماعة. نستكلم يا طيب. نروحوا كله يا حسن بقى. تمام يا باش مهندس تمام. خمس دقيق. خمس دقيق. هتكلم فكرتين بسرعة كده. انا حتى مش كسبهم في الاصليدات. علشان هم يعني افكار بعيدة شوية. افكار بعيدة شوية. بس يعني ايه. يعني نحاول افتح لك الدنيا بس شوية وخلاص. اول فكرة. هم فكرتين صغيرين خالص. اولا يا باش مهندس المرة الفتت كنت بقول لك لو انا عندي شيط بايل كدهوت. وعندي هناك قوة قوة هناك وكده. بدخلها معي في الحسابات. طب لو انا باش مهندس عني القوة ده هي. العكس. بتتغطي. حد عنده فكرة اللي ممكن يحصل. هل حد عنده فكرة هو ايه اللي ممكن يتغير في الحل. في قطوة بس هتزيد. ده وقت ده سندي. او كلي. مش فارغة معاي في حاجة. او اختصرا للوقت. هوا ايه اللي ممكن يزيد هنا يا باش مهندس. هوا انا في الوضع الطبيعي. اما اجابص بققعة الحفر. هلاقي ان انا عندي اكتف بس يمين. ما عندش حاجة بترد علي. فمستحيل. مستحيل. الزيرو شير. يطلع في ققعة الحفر. ما انا عندي فرصة بس يمين. طب المرة دي. لو انت جيت تبص في ققعة الحفر. هتلاقي عندك فرصة يمين. وفرصة بتضغط بترد علي. فايزر عندي احتمالين. احتمالين. ايه هم الاحتمالين. ان يكون عندي زيرو شير هنا. او هنا. يكون عندي زيرو شير فوق قاعة الحفر. او المكان التاني اللي هو الطبيعي تحت قاعة الحفر وفوق نقص الدوران. دول الاحتمالين. يظهر زيرو شير فوق. ده كلام جديد وغريب. بس ده فكرة بعيدة. اه درور عليها ان هي بر الصندوق. فكرة بعيدة. دي الفكرة الاولانية. الفكرة التانية. واي حد شطر في الخرصنة. هيقول لي حلها ببساطة. تعال نقول نفس المسألة تاني. انا المسألة دي مش كاتبها. علشان هي بعيدة شوية. بعيدة شوية. لو عندي فرصة ايه. ماشي. وجه. ادى لك الدبس. بستة متر. وقال لك ايه. احسب لي. القوة الافقية. اللي قدر احطها. اللي اسمها اف ده هيت. اللي قدر احطها فوق. بيدي لك الدبس جاهز. حد عنده فكرة. حد عنده فكرة جماعة. اجيب المسألة بالراجع. تمام اللي نور عليك. زي الناس بتاعوا خرصنة بتلاقي ما اجيب لك المسألة بعدل وبقال نجيب لك بالراجع. نفس الفكرة بالضبط. هو انت افاكر. هو انا ما كنت بحسي بالدبس اصلا كنت كنت بجيب سميشن فورسز بصفر. فكان بيزهر عندي مجهولين. مجهول اسمه دي. ومجهول اسمه زد. طب في الوضع ده هو في الوضع الجديد. لو انت عملت سميشن فورسز بصفر. فهيزهر عندي مجهولين برده. الاف ده مجهول. فهيبقى مجهول اسمه اف. ومجهول اسمه زد. جربها. جربها بعينك او بحسابات كده سريعة. هتلاقي المجهول الف ده ظاهر معاك. الفورسز والزد ظاهر معاك. انا تديه خلاص معلوم. فتجيب المسألة بالراجع. تطلع صح مفيش مشاكل. طيب. تعال بقى. نقول لي احنا فضلونا ايه هنا. انا فضل لي. في الجزء ده بتاع. انما يكون عندي ينهوط. تربة. سي. وفاي. ده هنحدد له معادة اضافي. نتكلم عنه. حد يا جماعة عنده مشاكل في السيكشن. حد عنده اي سؤال عموما. لا تماما ما عنده. طيب. خلاص تمام يا جماعة. وحاجه تاني. ام Wприم وكاعة تجهه تاؤلاч من من قبل claudتنا. مون المسألة تعالية Muchشانات accounts. هذه فيما عموما في سيئه خلاص يم PROقص كل شك حساب الرغم من قبل.